هذه اللحظات اللي نبي أنضم لي أيضاً الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارية النادي الأهلي أستاذ خالد برحب بيك وأرقام كبيرة وتسعيد الأهلوية في كل مكان لكن أمين صندوق وعندك بقى 900 مليون وعقود مميزة ولسه فيه أرقام تانية تعليقك بعد أولاً نهاية الجلسة الخاصة بالمظاريف المالية الخاصة بالبس الفضائي طبعاً فخر لنا كعضاء نادي أهلي مش مجلس إدارية أو الحاجة إنه هو ده قيمة النادي الأهلي نادي أهلي قمته كبيرة جداً والدليل هو إحنا لسه ببعد 500 و400 إحنا لسه عندنا الأسوار وعندنا حقوق تانية كتير يعني بإذن الله هنتخطى مليار بكتير السعادة بإنه إحنا بنقول في خلال 4 سنين عندنا تدفقات نقضية سبتة إن شاء الله بتساعدنا في تطوير نادي الأهلي في جميع عوجهه إنشائية ورياضية واجتماعية لنا خطة للـ 4 سنين دي هتساعدنا في تطبيق هذه الخطة والحمد لله يعني إحنا كل مدى بنحس إن إحنا نادي الأهلي لسه عنده أكتر من كده وكتير الجميل كمان في الرقم الجمهور حتى لو يركز معنا وبيتابع ألعاب الصلاة بيبقى دائما فيه تمام بمباراية الأهلي في كرة الطيرة وفي السلة وفي اليد أنتم ما روحتوش لمرحلة إنك تبيع مباراية الأهلي في الدور العام التفكير والترجي كان رايح في إطار تاني مختلف وده الأول مرة بيتم في عقد البس الفضاء طبعا شركة بريزنتيشن شركة كبيرة وإحنا لقينا تجاوب معهم جدا والحقيقة هم يعني ما تعبوناش يعني هم الناس كانوا متعاودين ومتجاوبين معنا كويس وحسوا بإن إحنا الاتنين إحنا عملنا للصالحنا وصالحهم وصالح الرياضة في مصر عاما نهاردة يعني ما بصناش للكرة بس ما بصناش لفلوس بس إحنا بصنا إن إحنا ودي خطتنا إن إحنا ننهض بالألعاب الجمعية عامة فلما يكون هم الماتشات اللي هي هي هيبقى ليهم الحق في إزاعتها على الهوى حناخدها نزيعها في قناة الأهلي ده من ضمن الباكيج اللي إحنا خدناها فطبعا يعني الحمد لله تعاون مسمر وفكر موحد وراحين للسبب مهم منه هو إحنا بنبص للصالح العام سواء لنا أوليهم أو للرياضة عاما ما تريد يعني واهتمامك كمان إن الألعاب دي والمباراة على قناة النادي الأهلي بيت الأهلوية من خلالها الناس تشوف مباراة الأهلي تشوف باقي مباراة الدوري تتابع ألعاب الصلاة أنت بتعمل خدمة يعني أنت كنحية مالية تنمية موارد وخدمة كمان لجمهور الأهلي أنه بيتابع قناته وبيشوف كل الأحداث الرضاية من خلالها طبعا الفكر أنه إحنا كمان قناة الأهلي لسه لها بعد أكتر من كده فيه خطة للتطوير القناة ترجع زي ما كانت قبل كده وإن شاء الله الناس هتحس بأن هناك فرق جدير كتير يعني طبعا وجود ده إضافة كبيرة جدا فإحنا بنأمل بإذن الله للقناة كده تعود الرياضة وهي ما زالت يعني إن شاء الله ناس حسن فيه تطوير فبنأمل كده يا رب تكون فتحة خير لأربع سنين فيها تطوير في جميع النواحي بإذن الله فجئتوا الناس بالرقم بسرع أنا عايز أقول لك يمكن الحالة دلوقتي 400 مليون ناس كمعا أنت بتكلم في بس فضايا أنت بتكلم بطولة الدوري نفسها لما أبيعت خلال السنوات السابقة ما كانش بقيمة هذا المبلغ فبالتالي بتكلم عن منتج الأهلي وصلتوا بي بمرحلة وأرقام قياسية كبيرة جدا ناساس خالد الحمد لله يوم الأربعة جبنا 500 للرعاية ونهاردة 400 للباس الفضائي عندنا لسه حاجات كتيرة لسه الأسوار يعني مش عايزين نكشف ورقنا كله دلوقتي بس بإذن الله يعني إحنا نتخطى المليار بكتير وكله بيعود للنادي الأهلي وأعضاؤه جميع النومية والرياض عامة لأن الحاجات دي بجد لها خطة مسمرة بإذن الله ونأمل كده إن يكون في موارد جديدة بإذن الله برضو إن شاء الله دي جزيحة اللي كنت بعكد بها قبل لها أستاذ خالد ونحن نتكلم عن الـ 500 مليون نص مليار هي الفكرة الرقم كبير بس أنت بيعتي إيه بالمقارنة بما سابق أنت بيعتي إيه برضو لأن أنت لسه عندك حاجات كتيرة موارد أخرى لسه عتسواقها ويبقى فيه أرقام تانية بالنسبة للجمهور النادي الأهلي خلال الفترة الجاية نحن عندنا خطة صمارية كبيرة يعني وذلك بقول لك ما تخلناش نقول كله دلوقت نعايزين نسعد الناس عول بقول كده إن شاء الله فبنأمل كده يا رب مزيد من الإرادات والتنمية الموارد وطبعا لجنة التانية الموارد كده هتسعد جدا بهذا الخبر فإن شاء الله الدكتور فارول عودة كده يعني وأستاذ ياسم منصور وأستاذ محمد نجيب دول أعضاء لجنة التنمية الموارد فلما يوصل لهم إن شاء الله هذا الخبر سيسعده جدا لأنهم حطين خطة طموحة برضو للتطوير إن شاء الله كده اجتماعات مصمرة أستاذ خلال الساعات السابقة في الرعاية وفي البس ما كنتش بتنام وأعتقد الفترة الأخيرة واجتماعات طويلة وبتعيد المزايد عشان توصل للرقم اللي انت عايزه وتحقق التارجت اللي انت محتاجه للفترة الجاية احنا يوم الأربع أنا وكابت الخطيب يا دوبك اتصحرنا في العربية لأن وصلنا في بيوتنا والأدام بيهد فعبل ما خلصنا لجنة الرعاية ومجلس الإدارة في دوبك يعني فعلا كان وقت مجهد وإن شاء الله بس بدان بنوصل الآخر لحاجة كويسة وحاجة قيمة كبيرة ورقم قياسي بنبقى سعاداء ولا بهمنا الوقت ولا حاجة الشعار اللي احنا بنتكلمه قدامه ده أساس خالد قمته في الوسط وفي القرى الأفريقية وفي الوطن العربي وحناك بتسافر بره بتشوف قيمة الأهلة ما بتلاقي الأفرقى الأولاد الصغارين اللابسين تشيرت الأهلي ده بيبقى يلقى عصمة هذا المكان وعظمة هذا الكلان يا أساس خالد العظم هي بتنعكس في الأرقاب اللي اتشاهد ده دليل يعني إنما احنا فعلا نحن بمروح أي بلد في أفريقيا تلاقي الناس واقفوا في المطار واقفوا عند القتال اللي احنا نزلين فيه عارفين النادي الأهلي وعارفين اللعبية بالإسم وتلاقي أطفال صغيرين أفرقها كده وفرحانين بالنادي الأهلي يعني يقولك إن احنا في وقت بلوات بندخل المباريات هناك بيشجعون احنا ما نشجعوش فريقهم فيعني طبعا لا النادي الأهلي قيمة كبيرة واسم كبير ويا رب كده يزيدوا دايما ونأمل بقى إن احنا نرجع للأميرة الأفريقية إن شاء الله يعني أكثر ما كانت تتعدي بقى المليار ده قيمة البطولة الأفريقية بتزود كمان يقولك النادي الأهلي اسمه بزيد من بطولاته كلما زاد البطولاته ده استثمار يعني احنا ما بننفق في الرياضة وفي كرة القدم بيعود عليك في الرعاية بيعود عليك في قيمة مبارياتك نفسها بيعود عليك في يعني اسم النادي أهلي كما تبيع بقى شعاره وتستوى أي حاجة في عليها شعار النادي الأهلي ده طبعا هو ده بينعكس من كده ما هو الاسم ده بيجي منين من نتائج نجم الرابع على الأقصر تتويج جنب البطولات فكل ده بيزود من قيمة النادي الأهلي بيزود من اسم النادي أهلي وشعار النادي الأهلي بيرجع في الأخير عود بقى أرقام نقدية سعيد أنا بشكرك بمناك التوفيق وعندك بقى مبلغ وقيمة كبيرة الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله نستعيد بها بطولات وأرقام كسيرة الفترة الجاية شكرا ألف شكرا مبروك لكل الأهلاوي في مصر شكرا 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 شكرا